فضلة الشيخ نعم ما حكم صيام يوم عشورة فقط من غير صيام يوم قبله ويوم بعده وهو قادل على أن يصوم يوما قبله ويوم بعده ولكن قد يشط عليه مشقة الصائمين الأفضل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر أن يصوم التاسع والعاشر من شهر المحرم هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم عشورة عشورة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله لكنه قال لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل لأصوم النتاسع يعني مع العاشر وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية يوما قبله ويوما بعده لكن لا شك أن المخالفة تكون بما إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فالأفضل أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما وإن صام التاسع فهو أفضل من صوم الحادي عشر وإن صام الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له أجر سيام ثلاثة أيام من الشهر لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأفضل في الأيام الثلاثة أن تكون الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر لكن يجوز أن تصام في غير هذه الأيام الثلاثة فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره وإن اقتصر على صوم اليوم العاشر فقط حصل له الأجر لكن ينقص أجره عما صام اليوم التاسع معه أو الحادي عشر وقد قال بعض العلماء إن صيام العاشورة على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر والمرتبة الثانية أن يصوم الحادي عشر والعاشر والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر هذا هو الأفضل وأما من اقتصر على العاشر فلا حرج عليه لعموم الأدل الله الدالة على فضيلة سوم اليوم العاشر ولكن يبقى النظر فيما يحصل من الناس من الذبذرة في اليوم العاشر متى؟ نعم؟ نقول لا عبرة بالتقويم العبرة بأحد أمرين إما رؤية هلال محرم أو إكمال شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً فإذا لم يرى هلال شهر محرم فإنه يتمم شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً ومنازل القمر ليس بها عبرة فمثل في هذا العام منازل القمر تقتضي أن يكون اليوم هو الثاني عشر لكن لا عبرة بذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته فإن أم عليكم فأكمل عدة ثلاثين وهذا ينسحب على جميع الشهور إذا لم يرى الشهر الداخل فإن نكمل الشهر الذي قبله ثلاثين يوماً وبهذا نطمئن أما كلنا سمذذبذبين حتى بعض الناس قال إنه في يوم الجمعة يوم العاشر يوم الجمعة يعني غداً وسبب ذلك أنه نزل في الإذاعة حديث للشيخ صالح الحيدان كان حديثاً في العام الماضي والعام الماضي اليوم العاشر يوم الجمعة فنزل الحديث في الإذاعة وهو حديث العام الماضي فسمعه الناس على أن العاشر يوم الجمعة فصاروا يسمون علينا هل أم أجلوا يوم العاشر إلى يوم الجمعة قلناهم يمعاشهم يتأجل ولا يمكن يتأجل وسببه الخطأ في تنزيل الشريط للعام الماضي لهذا العام